موسيقى سلام عليكم القصة اللي رح نحكيها لكم اليوم هي قصة رايدية الضجة في تويتر في التيك توك في الفيسبوك في كل وسائل توصيل اجتماعية على هذا الشاب الوسيقى قتل المرأة وبنتها واليوم تلقى حملة دعم كبيرة جدا خاصة من طرف الفتيات على الوطن العرب أول حاجة بدو بها هو شكون هذا كاميرون هيرين هو شاب يعني كان صغير لما قتله الحاديثة كان في عمره 18 سنة اليوم رأى في عمر 21 سنة يعني الحاديثة تعود إلى سنة 2018 كاميرون هيرين يأتي من عائلة لباس بها الوالي تاو كان شريله سيارة رياضية يعني كان يمارس بها تباقات الشوارع وهذا الشيء ممنوع في أمريكا وممنوع في العديد من دول العالم ولكن في أمريكا متأثلين بواحد الأفلام تع سيباقات الشوارع على رأسها فاستان فيريوس يعني يسيسلة من الأفلام ناجحة بشكل كبير في العالم كله شوفوا تأثير تعل الأفلام ويني وصل يعني يوصل الشباب إلى أن يقوموا بأمور غبية كان هذا كاميرون هيرين متسابق في أحد أيام سنة 2018 مع واحد من الأصدقاء تعه بسيارات رياضية هو بسيارته الرياضية وصديقه بسيارته الرياضية متسابقين والمصيبة أنهم متسابقين في طريق فيه ناس يمشوا لبيتون ناس يمشوا على الأقدام في أطراف الطريق وتصدفة السرعة اللي كان يمشي بها والوقت والتزام كما احنا نقوله مقدرة من عند الله عز وجل ولكن نظرا لغباء كاميرون هيرين اللي كان شاب طائش يعني 18 سنة يمشي بسرعة 160 كيلومتر في الساعة همو الوحيد أنه يسبق صديق في ممر للرجلين يعني باش تكتع طريق المرأة وبنتها كانت حملة بنتها اللي صغيرة راضيعة ضربهم كاميرون هيرين بالسيارة وقتلهم في مكانه القصة هذه اللي كانت في البداية تعالقصة يعني كانت خلاص كارثة ووقعت وان شاء الله ربي سبحانه يصبر الإنسان هذا اللي فقد زوجتها والابنتها ولكن الأمر اللي دار ضجه يعني تقوله لاش القضية كانت في سنة 2018 وحتى اليوم باش الشباب هذو راهم يعني يضامنوا مع هذا كاميرون هيرين الاخرين نظرا لظهوره بزي رسمي أنيق وحتى ردت فعله كانت ردت فعل على حسب الفتيات تأتيك توك وتويتر والفيسبوك والانستغرام كيوت قالوا بالي أنه 24 سنة سجن في حق هذا الشاب اللي في عمره اليوم 21 سنة هو ظل أخطاء ولكن أنا نجاوبكم بدوني عاطفا نقول لكم ونسألكم أنتوما يلي دفعتوا على كاميرون هيرين هل إذا وقع هذا الحدث بعد الشر يعني الله ما بعيد الشر علينا وعلى أخوتنا وعلى أحبائنا إذا وقع الحدث هذا وكاميرون هيرين تسبب في مقتل أخلك ولا أبلك ولا أملك ولا ابنالك ولا زوجالك هل كنت تقول نفس الكلام وتطلب العفو لكاميرون هيرين أنا متأكد أنه العديد من الكلام سيتغير والعديد من الكلام اللي قلتوه رحين تبدلوه لو كانت تحطوه نفسكم مكان ضحية هذا اللي أنا نقول باللي إنسان غير محظوظ نهائيا في هذا الحياة نقولكم علاش غير محظوظ في البداية تعالى الأمر فقط الزوجة تاو والابنة تاو تخيلوا ما هي حجم الصدمة يعني ما هوش محظوظ لأنه شاف ابنتو جاءت إلى العالم وما فرحش بها هذه الأولى حاجة ثانية يعني لما توفات زوجة تاو والابنة تاو رح كل يوم يزيد سنة في الحكم تا الانسان اللي تسبب في المقتل تا زوجة تاو والابنة تاو ولكن فوق هذا كله الناس ما تضامنوش معاه برغم أنه هو اللي فقد روح الزوجة التاو والابن التاو الناس ما وقفوش معاه والناس ما تضامنوش معاه كلهم وإنما تضامنوا مع عائلة الشخص اللي تسبب في هذا الموت أنا نقول له موت غير مباشر ولكن تقدر تسميه موت عمدي لماذا؟ لأنه في القانون وفي الألوى تعد طريق ممنوع التسابق والقيادة بسرعة فائقة في الشوارع فمثلا في فرنسا بحكم أني شفتها بعينية يعني كي تكون تمشي فوق 30 كيلومتر في ساعة يعني ممنوع هذا الأمر ينحولك دي بوان يديرولك أموند يعني تخلص بروسي يعني تخلص غرامة مالية ولا يعني توصل حتى تروح لمركز الشرطة على شركة سوق بسرعة في مكان معمور فيه الناس يعني السرعة على الأقل تبغي تدير حاجة فيها لفيتاس تروح للطريق السيار كان في ألمانيا مثلا طريق السيار بدون حدود تتع سرعة يعني هذا الشيء رأني نقول لك وأنا عشته وأنا شفته بعين في سنة 2018 رحت الألمانيا يعني بوحد سيارة قديمة يعني أنا وحد نائلتين كانوا يفوتوا علينا السيارات والله لليل عظيم من قوة السرعة تحهم ما تقدرش تعرف اسمهم هذا في طريق السيار داخل دولة ألمانيا ما فيش حدود تحسرة حتى في أمريكا نمتأكد أنه يكون عندهم طرق سيارة يعني أطروت فيها مكان وين تقدر تدير السرعة كاميرون هيرين وصديق ولا أخوه ولا أي حاجة يعني كان ما يدير في السباق هذا كان بإمكانهم أنهم يروحوا لطريق السيارة باش ييفيتيو البشر وييفيتيو الناس يمشوا على أقدامهم ولكن تبقى الخطورة دايما لأن السباق لازم يكون فيه تنظيم من أجل حماية سائق ومن أجل حماية الناس يكونوا يتفرجوا على السباق بما أنك يا كاميرون هيرين قمت بالقيادة بطريقة غير قانونية بطريقة ممنوعة قمت بشيء ممنوع لذلك أي خطأ تقوم بإحداثه ستتحمل مسؤوليتك إذا كنت انتليمت ستعتبر انتحرت وإذا كنت انت تسببت في مقتل أي شخص آخر تعتبر أنت القاتل وهذا الشيء اللي ما بغوش يفهمه يعني هو صح ما قتلش قتل يعني مع سبق الرصد يعني ما راحش يبرمج ويخطط من أجل قتل هذا المرأة وعارفين أنه شاب يعني عنده خلفية قية ما عندوش سوابق عدلية شاب صغير المشكل في الوالدتاو اللي شلاله السيارة من دون راقابة وخله بسيارة سريعة يمشي في الشارع وكان لازم يراقبه إلى آخره وعارفين بلي هذا الشاب ما يستهلش 24 سنة إلا ولكن أيضا الشاب هذا لازم عليه يحترم القانون لازم عليه يكون كونسيون لازم عليه يكون عنده الوعي لازم عليه يعرف بلي كيمشي بهذه السرعة قادر يقتل نفسه وقدر يقتل أي شخص يكون في الطريق هذيك وقدر يقتل حتى ناس تكون تسوق في السيارة هذا شيء ممنوع هذا شيء لازم عليه يكون واعي به را عنده رخصة سياقة وباش ندوا رخصة سياقة حتى في دولنا احنا هنا في شمال افريقيا نتعلم القوانين قبل بداية القيادة يعني تعلم قوانين كيفية احترام يعني لازم علينا نحترم البيتون أنا عن نفسي أتكلم ديت رخصة سياقة تايف سنة 2017 ولا 2016 يعني تعلمت أول حاجة هو أنه البيتون ولا الإنسان اللي يكون يمشي على الأقدام هو الأولى بالاحترام مهما كانت الظروف ومهما كانت الشروط تحطه وانتسيبه في طريق السيار لازم عليك تحترمه وتبعد عليه وتسييت ايفيتي باش تحكمه يعني هذا الشيء اللي تعلمناه أبري نشوفه الأولوية لياميليا صار أبري نشوفه السرعة اللي لازم نمشي بها داخل المدينة والسرعة اللي نمشي بها في طريق السيار والحدود تالسرعة والمنعطافات الخطيرة هذا كم نين تعلمناه مونا متأكد أنه في أمريكا باش تكون عندك رخصة سياقة لازم تتعلم أكثر من الأمور هذي اللي تعلمناه والقوانين تكون صاري ما أكثر من الحاجة اللي تزيد يعني تقدر تقول باللي هذا الشخص ليفقد الزوجة التاو والابنة التاو ما عندوش حظ أنه الزوجة التاو والابنة التاو هم من الجن سلاطيف يعني فتيات يعني نساء وعارفين بالليحنا النساء على مر السنين دايما متضامنات مع بعضهم بعض يعني مع بعضهن بعض يعني النساء دايما حقوق المرأة إلى آخر لا فيمينيس ما فيمينيس طعف 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 ولكن في هذا القضية النساء ماوقفوش مع النساء ما قفوش مع المرأة أو مع بنتها وقفوه مع الرجل وكامرون هيرين وانا نقولها لسبب الأول والرئيسي ظهوره اللائق في الجلسة الحكمة عليه يعني الأخيرة المهم ظهر يعني بذل سويت واسيك إلى آخيره ما من ردة الفعل تاعه عيني عزروقة يعني كتشوف بلي الوسامة راحي عندها أهمية كبيرة في الوقت اللي رانا فيه ورا عندها تأثير كبير جدا وأكبر دليل على ذلك أنه اليوم تصيب ديز انستغرامير عندهم الجمال وفقط ما عندهم حتى محتوى ما عندهم حتى مستوى ما عندهم حتى شي قدروا يضيفوه للمجتمع ولكن تسيب عندهم عدد كبير من فولوورز عدد كبير من الناس يتابعوهم علش نظر لجمالهم فقط والأناقة التاحية بدون ما نتكلم على الأشخاص اللي ديروا أمور فاضحة ويعني يتصوروا بطلع نتكلم على الجمال وفقط كين صحيح ديز انستغراميري ديز انستغراميرز يعني في الوطن العربي ترمين ما يديروش أمور غير لائقة ولكن لجمالهم عندهم نسبة متابعة كبيرة تحكم بالعاطفة تاك وهذا الشي في بعض الأحيان يقدر يديك الغلط الشاب هذا اللي يفقد زوجة تاو عفوا والابنتاو رحتى هو يكون مضرار ومتأثر بردة فعل الناس هذا كامل اللي جات موجة كبيرة بزاف تضامنة ما شخص يتسبب في مقتل زوجة تاو والابنتاو اللي يعنولوا كل شيء ممكن كان يحب زوجة تاو بشكل كبير والابنتاو بطبيعة الحال حتى الحيوانات يحبوا وابنائهم دونك ما فيهاش نقاش هذا الأمر وفوق هذا كله أنا نقول بالوطن العربي اليوم عنده أمور أكثر لازم يكون حزين عليها ولازم يكون متضامن معها ولازم يكون متأثر بها ولازم يكون أيضا متعاطف معها كان العديد من صور تالفتيات وصور من الشباب صور من الأشخاص شنانهم سواء في لبنان سواء في مصر سواء في العراق نهار اللي غرقوا في الواد هذاك سواء في فلسطين ما نحكوش على فلسطين الكثير من أمور اللي يستهلوا وأنه نشفقوا عليهم ويستهلوا أنه نعطوا لهم أهمية كبيرة بزار لون امتفهات تالأمور هذه صراحة أنا بالنسبة لي نشوفها تفاهم يعني القانون يعرف قانون أصحاب القانون وأصحاب القرار هم أصحاب المهنة هذه مشي حناية وللمتابعات تع تويتر ولانستغرام يعطوا أثروا في ذلك الأمر ولكن مصيبة في الأمر أنه صح قادرين يأثروا علاش كي يصيبوا حملة تضامن كبيرة بزار قادر يعودوا إعادة النظر فهذا لأنه الناس اللي يتضامن الناس اللي يدير حملة رغم فيهم محاميين رغم فيهم يعني أشخاص عندهم أموال أشخاص عندهم قدرة وعندهم سلطة يعني في أمريكا نتكلم على أمريكا المهم الله يجي بالخير وشكرا لكم من اجتمع الفيديو هذه كانت القصة أون جينغال نشكركم من يصلت معي الأخير نتقي في فيديو القادم إن شاء الله بيس سلام عليكم شكرا لكم